بسم الله الرحمن الرحيم التفسير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تعاظم وكثر خير الله الذي بيده وحده الملك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت وخلق الحياة ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد الغفور لذنوب من تاب من عباده الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات كل سماء طبقة فوق ما قبلها دون تماس بين سماء وسماء لا تشاهد أيها الرأي فيما خلق الله أي تفاوت أو عدم تناسب فارجع البصر هل ترى من تشقق أو تصدع لن ترى ذلك وإنما ترى خلقا محكما متقنا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر مرة بعد مرة يرجع إليك بصرك ذليلا دون أن يرى عيبا أو خللا في السماء وهو كليل منقطع عن النظر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا أقرب سماء إلى الأرض بنجوم مضيئة وجعلنا تلك النجوم شهبا ترجم بها الشياطين التي تسترق السمع فتحرقهم وهيئنا لهم في الآخرة النار المستعرة وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم يوم القيامة عذاب النار المتقدة وساء المرجع الذي يرجعون إليه إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور إذا طرحوا في النار سمعوا لها صوتا قبيحا شديدا وهي تغلي مثل غليان المرجل تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير يكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتميز من شدة غضبها على من يدخل فيها كلما رميت فيها دفعة من أصحابها الكفار سألتهم الملائكة الموكلون بها سؤال تقرير ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوفكم من عذاب الله قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قال الكفار بلى قد جاءنا رسول يخوفنا من عذاب الله فكذبناه وقلنا له ما نزل الله من وحي لستم أيها الرسل إلا في ضلال عظيم عن الحق وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال الكفار لو كنا نسمع سماعا ينتفع به أو نعقل عقل من يميز الحق من الباطل ما كنا في جملة أصحاب النار بل كنا نؤمن بالرسل ونصدق بما جاءوا به ونكون من أصحاب الجنة فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فأقروا على أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا النار فبعدا لأصحاب النار ولما ذكر الله صفات أهل الكفر وجزاءهم عقبها بذكر صفات أهل الإيمان وجزائهم فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخافون الله في خلواتهم لهم مغفرة لذنوبهم ولهم ثواب عظيم وهو الجنة وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور وأخفوا أيها الناس كلامكم أو أعلنوه فالله يعلمه إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء من ذلك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم الذي خلق الخلائق كلها السر وما هو أخفى من السر وهو اللطيف بعباده الخبير بأمورهم لا يخفى عليه منها شيء هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض سهلة لينة للسكن عليها فسيروا في جوانبها وأطرافها وكلوا من رزقه الذي أعد لكم فيها وإليه وحده بعثكم للحساب والجزاء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم الله الذي في السماء أن يشق الأرض من تحتكم كما شقها من تحت قارون بعد أن كانت سهلة مذللة للسكن عليها فإذا هي تضطرب بكم بعد استقرارها أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أأمنتم الله الذي في السماء أن يبعث عليكم حجارة من السماء مثل ما بعثها على قوم لوط فستعلمون حين تعاينون عقابي إنذاري لكم لكنكم لن تنتفعوا به بعد معاينة العذاب ولقد كذبت الأمم التي سبقت هؤلاء المشركين فنزل عليهم عذاب الله لما أصروا على كفرهم وتكذيبهم فكيف كان إنكار عليهم لقد كان إنكارا شديدا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أولم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم عند طيرانها تبسط أجنحتها في الهواء تارة وتضمها إليها تارة أخرى ولا يمسكهن أن يقعن على الأرض إلا الله إنه بكل شيء بصير لا يخفى عليه منه شيء أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور لا جند لكم أيها الكفار يمنعكم من عذاب الله إن أراد أن يعذبكم ليس الكافرون إلا مخدوعين خدعهم الشيطان فاغتروا به أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور ولا أحد يرزقكم إن منع الله رزقه أن يصل إليكم بل الحاصل أن الكفارة مادوا في العناد والاستكبار والامتناع عن الحق أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم أفمن يمشي واقعاً على وجهه منكباً عليه وهو المشرك أهدى أم المؤمن الذي يمشي مستقيماً على طريق مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين الله هو الذي خلقكم وجعل لكم أسماعاً تسمعون بها وأبصاراً تبصرون بها وقلوباً تعقلون بها قليلاً ما تشكرونه على نعمه التي أنعم بها عليكم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين الله هو الذي بثكم في الأرض ونشركم فيها لا أصنامكم التي لا تخلق شيئاً وإليه وحده يوم القيامة تجمعون للحساب والجزاء لا إلى أصنامكم فخافوه واعبدوه وحده ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقول المكذبون بالبعث استبعاداً للبعث متى هذا الوعد الذي تعيدنا يا محمد أنت وأصحابك إن كنتم صادقين في دعواكم أنه آت قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل أيها الرسول إنما علم الساعة عند الله لا يعلم متى تقع إلا هو وإنما أنا منذر واضح في نذارتي لكم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما حل بهم الوعد وعاينوا العذاب قريباً منهم وذلك يوم القيامة تغيرت وجوه الذين كفروا بالله فسودت ويقال لهم هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين مستنكراً عليهم أخبروني إن توفاني الله وتوفى من معي من المؤمنين أو رحمنا فأخر في آجالنا فمن ينجي الكافرين من عذاب مؤلم لن ينجيهم منه أحد قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هو الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده آمنا به وعليه وحده اعتمدنا في أمورنا فستعلمون لا محالة من هو في ضلال واضح ممن هو على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أصبح ماءكم الذي تشربون منه غائراً في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه من يأتيكم بماء كثير جار لا أحد غير الله